أهلا وسهلا فيكم اليوم معنا بمهار جديد من One Skill 60 Minutes تعرفوا انتو مؤخرا من لما قويت كتير السوشيال ميديا وبلشت هيك تصير بمتناول ايدان كل الناس بلشت ممن كان قادر يفوت ويكتب حيالة خبر وينشره وطبعا في منو حتكون اشي صحيحة وفي منو حتكون اخبار غير صحيحة كرميل هيك اليوم بOne Skill 60 Minutes رح نتعلم كيف نكتشف انه ازا هيدول الاخبار مزبوطين منو المزبوطين وشو مسئوليتنا نحنا كأفراد تجاه نشر هيدي الاخبار معنا اليوم الاعلامية الصحفية المتميزة اللبنانية وتحديدا للترابلسية تلهم دايما بكتاباتها كل كراء العرب وبتجرب انها تزيد من خلال كتاباتها الوعي بالقضايا الانسانية تتميز بكتاباتها من ناحية بالبساطة ومن ناحية تانية بالقوة بالتعبير والاصالي كتبت مئات المقالات بكتير صحف ومجلات لبنانية وعربية اضافة لعملها بالاعلام وبالصحافة بتحب كتير الاعمال الاجتماعية يعني هاك من لما بلشت من كتير زمان كانت قائدة بالكشاف وبلشت كمان تتطوع كتير بجمعيات بأنشطة اجتماعية وحاليا كمان عندها صبحة على الفيسبوك اسمها خربشات من خلال هايدي الصبحة بتجرب تاخد تعطي مع الناس وتكون قريبة منن أكتر معنا اليوم بكل فخر بكل شرف رئيسة قسم الأخبار والبرامج في سي أن بي سي إرابيا من دبي هانا حمزي أهلا وسهلا فيك هنا معنا اليوم بـ One Skill 60 Minutes يعني من لما حكيناك لما ريم حكيتك أبدا أنك تكوني معنا بالرغم من كتير انشغالاتك وبالرغم من أنه وقتك كتير محشور حبيتي أنو ترجع تكوني بين أهلك بلبنان بـ Troubles فميت أهلا وسهلا فيك إلنا الشرف أنك تكوني معنا اليوم وأنك تعطينا من خبراتك أنا مرح أحكي أكتر العالم ناطرينك أهلا وسهلا فيك تفضل بدي أول شي بدي أتشكرك ودي أتشكر ريم وجمعيتكم الحلوة اللي خلتني حس حالي بترابلوس اليوم وشو بدي أقولك يعني أنا كل اللي حوالي اليوم عارفين أبدا أنا ملبكة لأنو بين أهلي بترابلوس فبحس الامتحان بيكون شوي أصعب وبيدي فيد قدمة فيني أهلي وأحبابي بترابلوس بخبرتي فوقت اللي قالت لي ريم إنو إذا في مجال شارك معكم أكيد ما فيني أتردد بدي ترابلوس شو فيني أعمل بغري أنا موجودة اقترحت علي طبق المرأة في الإعلام ومن الميديا بصراحة أنا حسيت إنو طبق حلو بس ما بيفيدكم فحبت إنو يكون نحكي على شيء أكتر يكون مفيد ويعطي هيك يعطيكم فكرة كيفيكم تسمعوا الخبر وتعرفوا قديش هيدا الخبر مدى مصدقيته وتميزوا بجدية الخبر مصدقيته الخبر وحقيقة الخبر بلس بذات الوقت أنتو وقت اللي بتكون تكتبوا خبر أو تحطوا خبر على السوشيال ميديا وتبعيدكم كيف تتصرفوا بالمعلومة اللي عندكم فأول شغلة بدي أعمل الانتروراكشن شوي على شو هي المؤسسات الإعلامية اللي بتشتغل بالعالم إذا بدنا نقول ما في حدا بيفتح مؤسسة إعلامية إلا ما بيكون عنده هدف مننا عادة الهدف بيكون يا أما بده يعمل دعاية يعني بروباجاندا لا حزب أو لا حكومة أو لا فكرة محدد أو بيكون عنده أجندة ممكن أجندة سياسية بده يعمل ثورة بده يعمل تحرق انقلاب بده يعمل حركة محددة بده يغير نظام ما بعرف شو مهم ممكن يفتح لتليفزيون أو ويب سايت أو جريدة أي مؤسسة إعلامية ممكن وبعدين فيه ممكن يكون بده يعمل بزنس بده يطلع مصاري وفيه كتير مؤسسات إعلامية بتفتح تطلع مصاري وفيه مؤسسات إعلامية بتشتغل الصحافة الصفرة اللي هي بتركز على الفضايح لحتى تجيب عدد أكبر من المتابعين لحتى تقدر بهذه الطريقة يكون في عندها إعلانات ودعايات ومرضوبنات فأول شغلة بدنا نعرفها وقت اللي بدنا نتابع مؤسسة إعلامية نعرف شو هدفها ليش هي موجودة هل هي موجودة لأنه عم تعمل دعاية لجهة سياسية محددة أو هي موجودة لأنه عندها أجندا بده المشاهد طبعا يتأثر بهذه الأجندا أو هي موجودة لأنه بده تعمل مصاري وكيف بده تعمل مصاري هل بده تعمل مصاري بطريقة عقل أعمال عقل بزنس مان أو بده تعمله عن طريق الفضائح مجرد نعرف شو الهدف من هايدي المؤسسة تضغري يكون عندنا الأدراع على أنه شوي نفهم الخبر وكيف عم تتعامل مع الخبر الشغلة الثانية اللي بده أحكي فيها هي أنه كيف المؤسسة الإعلامية إن كان تليزيون أو موقع إخباري أو جريدة أو مجلة بتجيب أخبارها شو هي مصادر أخبارها؟ المراسل طبعا الوكيلات الأنباء مثل رويترز، أف بي، أسخوشية الدبراس هادولي وكيلات أخبار المؤسسة الإعلامية بتعمل اشتراك عندهم وعلى أساسه بيبعتولها الأخبار فبتشوفوا أنتو رويترز قالت هيكي هني بينقلوا عن رويترز وهلأ لاتلي بسبب السوشيل ميديا صارت كمان السوشيل ميديا مصدر من مصادر الأخبار فالأكاونت اللي مثلا إذا بالواحد بدو ياخد ترامب شو حكي اليوم بروح على تويتر ترامب ناشط بتويتر بيقدر يعرف آخر تويت شو عمله فبينسكه وبيحطه وبينصب أنه هايدي تغريدة للرئيس الأمريكي ترامب بس أكيد بدو ينتبه على أنه هايدي التغريدة من الأكاونت طبعه اللي هو verified يعني الموثق المحطوط عليه إشارة بالزرقة هايدي بتبين أنه هايدي الأكاونت موثق وهيدي الأكاونت هو الرسمي طبعه الرئيس الأمريكي بالمبدأ على تويتر كل الأشخاص الرسميين اللي عندهم صفة رسمية الأكاونت طبعهم موثق verified من تويتر عليه علامة زرقة فيك تروح عليه أي واحد فينا فيه يروح عليه ويشوف هايدي العلامة وعلى أساسها يعرف أنه هايدي اللي قاله مظبوط ما حدا حكي بإسمه أو ما حدا عامل فيك أكاونت بإسمه وفيه مصدر كمان أخبار رابع هو المصادر الخاصة مصادر الخاصة يعني علاقة خاصة بسياسة أو ببزنسمن أو بحدا الصحافة بيوسق فيه هو بيعطيه خبرية وهيدي الخبرية بحطة وبيقلها عبر مصادره الخاصة هايدي هي مصادر وسائل الأعلام للأخبار اللي أنتو بتشوفوها فمشان هيك طريقة عرضة بتكون بكيف هني بدون يفرجوا الخبرية للآخر مشان هيك نحنا منبني نظرتنا على الوسائل الأعلام من أسلوبهم بالتعامل مع الخبر يعني مثلا تنعطي فكرة بي لبنان في أربع خمس تلفزيونات بلبنان جمالا كل تلفزيون عندو أجندة ومعروفة شو أجندته وعندو هدف من وراء عملو وهو موجه لفئة محددة من الناس بتحكي زيت اللغة المشتركة اللي هو عم بيقولها مشان هيك الواحد بيحس حالو أنه هيدا التلفزيون بدو يسمعو بدو يخضرو لأنه عم بحكي أكيد على الأخبار ما عم بحكي على البرامج الثانية لأنه بيحكيه متل ما هو بدو بيقوله المعلومة بالطريقة اللي هو بيحب يسمعها فبيحس حالو ميال أنه يحضر هيدا التلفزيون وهيدا غلط لأنه أنت إذا بدك تعرف الحقيقة ما بدك تبتكل على التلفزيون اللي بيحكي الأسلوب اللي أنت بدك بدك تعرف الحقيقة وشغلة الصحافة أولاً وأخيراً هو أنه يعرف الحقيقة ويخبرها للآخر مشان هيك أنت بدك تنتبه أنه لازم تقدر تفهم شو هي الحقيقة من وراء الخبر الأفضل أنك تدور على مصدر أخبار مختلف يعني إذا أنت فكرك مؤيد لتوجه محطة تلفزيونية واحدة أنك تسمع أكتر من المحطة تقدر تاخد فكرة عن حقيقة الخبر اللي أنت عم تسمعه وتتأكد منه هون بدي ألفت نظر لشغلة أنه بقلب المحطة الوحدة نحنا عادة ما نحب حدا ومنميز حدا عن غيره من الريبورترز أو من الموزعين هيدا ليه؟ لأنه بيكون هو عمل تراكم ثقة عنه يعني تصرف على مدى عشر سنين خمس سنين سنتين بطريقة مهنية خلتنا نحس أنه نحنا منوصق فيه كمصدر للخبر مشان هيك فيه صحافة بقلب مؤسسة عندها أجندة بيتميز عن غيره للمشاهد وهون أهمية إذا حدا منكم بيوم من الهيام بيحب يشتغل بالأعلام يحط براسه أنه هو لو فات شتغل بمؤسسة عندها أجندة أو دعائية عندها مشروع عم بتروج لألو يحافظ يعمل تراكم أداء يقدّى لمصدقية وللناس توثق فيه لأنه أهم شغلة بالأعلام هي الثقة أنه أنت توثق بالصحافة أو بالمؤسسة الإعلامية اللي عم تحضرها لحتى تحس أنه هو عم يعطيك معلومة مظبوطة فإذا أنت حابب أنك تشتغل بالأعلام أهم شيء أنك تقدر تبني هايدي الثقة على مدى تعاطيك مع الأخبار اللي أنت عم بتحطها وهون الثقة ما بتنبنى إلا بالمحافظة على أخلاقية المهنة كل مهنة فيها معيار محدد مهنة أخلاقي الواحد وقت اللي بيلتزم فيه بيكون أقرب للناس اللي حتى تقتنع فيه وتصدقوا وتحس أنه هو عم بيحكي معلومة مظبوطة أهم شيء بأخلاقية مهنة الصحافة هو مثل ما قلنا أول شيء الصحافة هو شخص يبحث عن الحقيقة وبينشر الحقيقة فأهم شيء بدو يكون موثوق فيه يعني خبره سقة مصدر خبره معروف شو هو وعنده دقة دي خيار الخبر يعني ما في يجي يرمي خبر من دون ما يكون متأكد منه بدو يكون متأكد من الخبر لأنه هيك بيبني سقة المشاهد فيه بعدين بدو يفكر بطريقة إنسانية الإنسانية العمل الإعلامي هو عمل إنساني إذا ما كان عم بيفكر بإنسانية وحاطط الرسالة الإنسانية أولى أولوياته بيفقد سقة المشاهد والمتابع لألو فيه بدي أعطي شوية أمثال على الإنسانية للعمل الإعلامي مثل ضرورة مثلاً أنه ما يحط صور دم بالتقرير اللي عم بيعمله ما يحط صور شخصية لأشخاص مثلاً هلأ آخر الشي في عنا مشكلة كورونا يعرف إنه واحد انصاب بالفيروس يقوم يروح يدور على اسمه ويحط صورته وصورة عائلته هذا منه عمل إعلامي هذا عمل فضائحي هذا التشهير والإعلام مختلف عن التشهير فكل شيء وقت اللي بدو يحطه وبدو يستعمله بدو يفكر وهو عم بيستعمل هايدي المادة هل هو عم بيضر حدا؟ هل هو عم بيأزي حدا؟ قبل ما يستعمل هايدي المعلومة اللي عنده إياها بمادته اللي عم بيحطها تلفزيونية أو اللي عم بيكتبها لكن قلنا بقت المعلومة الإنسانية برسالته الإعلامية والموضوعية لأنه الموضوعية كتير 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 مهمة ما فيك تكون طرف بخبر أنت عم بتقوله ما بيعود المشاهد بيوصق فيك ودايما أنا بسمع من الزملاء بلبنان أنهم يهي ما في تلفزيون موضوعية أو ما في وسيلة إعلام موضوعية في أشخاص موضوعيين بقلب كل وسيلة إعلام في أشخاص بيشتغلوا على أنهم يكونوا موضوعيين فإذا أنتوا بيوم من الأيام رحتوا اشتغلتوا بمؤسسة إعلامية حافظوا على أنكم تكونوا موضوعيين ما في مديرهم حتى بيقول لريبورتر ما تكون موضوعي أو حط دم بقلب التقرير طبعك أو روح دور عفضيحة هذا التلفزيون طبع فضائح بس المؤسسات اللي بتحترم حالها بتمرق الرسالة طبعية اللي عندها إياها بأسلوب أسكى من هاك فأهمية المراسل والصحافة هون أن يكون عنده أخلاقية المهنة ويحافظ على أخلاقية المهنة بممارسته للعمل وهون إذا أنت متابع لوسيلة الأعلام مهم أنك أنت تأيم وسيلة الأعلام بالتزام هالوسيلة وهالمراسل بأخلاقية المهنة اللي هو عم بيمارسها يعني وقت اللي بتطلع على محطة وبتلاقي عم بيشهره بأشخاص وعم بيحطوا قصص خاصة يعني ولد تعرض لعنف بيحطوا صورته هيدا منه ثقوب منه سبق صحفة هيدا تعدي على حرية الآخر وعلى خصوصية الآخر فسعتها منك لحالك فكر أنه هيدا الشخص أو هيدا المحطة ما عم تلتزم بالمعايير الأخلاقية للعمل الإعلامي قلل من سئتك فيها كون عندك علامة استفهام على أي خبر هي بتنقله لأنه تلواحد بيخل بمبادئ ومعايير مهنته معناته أنه هو منه جدير بسئة المشاهد طبعه أو المتابع طبعه أنا عم بعمل كل هذه الانترو داكشن لحتى وصل لشغلة تانية جزء تاني اللي حبي أحكي فيه وما حطول الحكي لأنه أكيد هذا موضوع منحب أنه نعمل ديسكشن وناخد أسئلة ونحكي فيها أكتر من أنه أنا كون عم بحكي بس بس بدي أحكي بموضوع مسؤوليتكم مسؤولية بكل شخص بالإعلام المسؤولية هي جزئان مسؤولية أنك أنت تعرف تأيم وسيلة الإعلام اللي أنت عم بتتبعها تأيمها صح لحتى تفهم خبرا صح تقول برأسك هاي دي شو هدفها؟ ليش هي موجودة؟ ليش عم بتبعت هيدا الخبر؟ هيدا الخبر أنا سمعته من هيدا المراسل هيدا المراسل عادةً ما عم يلتزم بالمعايير الأخلاق العمل الإعلامي فأنا ما فيني أوسق فيه أو هيدا الشخص دايماً بيلتزم بمعايير المهنية الأخلاقية فأنا لازم أوسق فيه فكتير مهم أنك أنت تأيم هالوسيلة الإعلام اللي أنت بتتبعها من منطلق الالتزام الأخلاقي المهني لألا وأداء المراسلين فيها تاني شي دورك الآخر هو بالسوشيال ميديا اللي هو أكتر دور هلأ حساس لأنه بالسنين المرحلة اللي إحنا فيها عايشين كل واحد عنده أكاونت على السوشيال ميديا أو بيبعث ميسجرز على الواتس أب هو صحافي صغير يمكن ما عم يدور على الحقيقة بس هو عم ينشر الخبر فعم بيأسر بغيره وعم بيكون مؤسر بالآخر وهيدا التأثير يعني كل واحد مننا بيحط بوز هو انفلوانسر لغيره فمشان هيك لازم يفكر الواحد قبل ما يحط الخبر يفكر أول شغلة مثل ما حكينا مصدقية الخبر يروح يتأكد من مصدر الخبر كيف هو أنت نحط مين نشره يحط مصدر الخبر يقول الرفرنس طبع الخبر طبعي هو الـ LBC مثلا أو هو الـ MTV أو جريد النهار بعدين يشوف التاريخ لأنه ممكن يكون الخبر حدا بعتلك بس هو تاريخ من عشر سنين فما معناته أنه هو مضبوط هلأ نشره ما بيهم فدك تتأكد من تاريخه وعدين بدك تتأكد أنه ليش أنت بدك تحطه بدك تسأل حالك هيدا السؤال ليه أنا بدي انشر هيدا الخبر هل أنا بس تنشر هيدا الخبر أو هيدا المعلومة اللي أنا تأكدت أنه معلومة مضبوطة وتاريخها مضبوطة أنا عم فيد أو عم ضر ومين عم فيد ومين عم ضر هل أنا عم فيد فئة محددة هي بدياني أنا انشر هيدا الخبر لحتى توصل صوتها للعالم هل أنا عم ساعد بأنه خلي هيدا الجهة تعمل الأجندة تبعيتها هل أنا عم ضر حدا يعني إذا مثلا مثل ما حكينا بموضوع كورونا حدا عرفنا أنه هو مصوب بكورونا وإخد الفيروس حدا بعث لنا على الواتس أب صورته وصورة عائلته هل أخلاقيا لازم أنا هيدا الصورة أبعتها للكلو مبسيط وأقعد أحكي وقول أنه أنه هيدا المعلومة بتسلي فخليني أنا أبعتها لأصحابي ونقعد نحكي ونلكلت عليهم هيدا معناتها أنا عم ضر مني عم فيه وهون بتكون المشكلة وهون بتكون مسئوليتك مسئوليتك أنك تتأكد من الخبر اللي أنت هتحطه على مواقعك أو على الواتس أب تبعات تبعاته للجروبات ولا كل الناس تتأكد شو الهدف منه هل أنت عم بتحقق أو عم بتصاهم بنشر إشاعة أو بأجندة لحده وهل أنت عم بتضر أو أنت عم بتفيد فوقت اللي بتتأكد إذا شو الهدف من أنك تنشره سيعتقد تنشره قبل هيك فكر مليون ألف مرة قبل ما تنشر أي شيء وخاصة وقت اللي بيكون مضر لغيرك ما بعرف أنا عملت يعني حكيت بشكل عام بكل النقاط إذا حدا بيحب يسأل أي سؤال أهلا و سهلا فيكم طبعاً اللي بيحب يسأل أي شيء فيكن يا أما تشاركونا بالصوت أو تكتبوا بالتشات سنطرين أسئلتكن ومداخلتكن أنا عندي سؤال قبل لي كثير هلأ عم نشوف ما بعرف ممكن الشغلة صارلة شي سنة أو سنتين ما بعرف الناس صارت أنه عم تفضي يعني يعني عم تنزل أي شيء وحتى لو هيدا الشي بيكون شوي لا أخلاقي أو يعني بيخدش الحياة العام مثلاً مثل صورة دم أو مثل ما حضرتك قلت أنه مثلاً أسامي ناس شوي فضائحية يعني بس كرمال أنه مثلاً يزيد عدد الفيوز أو يزيد عدد اللايكس أو هول الشغلات كيف فينا هيك نخفف هيدا يعني ما بعرف نفهم العالم أنه أنه الهدف مش نجيب لايكس أو نجيب فيوز أو شيء أنه هيدا الشي يعني بيأثر على الشخص الثاني ممتاز هيدا جانا اسميك صح جانا لا أنا ريم أنا ريم أنا ريم لأنه تغير حدا تبكش أوديو ففكارت جانا آه ريم ريم سؤالك كتير 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 مهام من أنه نبلش نحن كل واحد مننا يقول أنا مبدي ساعد بنشر هيك أشياء وقت اللي بلاقي حدا من أصحابي نشر هيك شيء قلو يا عمي إنت عم بتضر هيدا الشي مبيصوف هيدا الشي ممنح إنت عم بتسيق لهيدا الشخص شوي شوي بيبلشوا لكل اللي حواليك يفكر مثلك أنا شخصيا هيك بعمل وقت اللي بشوف حدا حاطت على الفيسبوك صورة ولد معنف أو أكسيدان أو جدة أو ضحية تغيري بقل له بليز انه هايدي صورة شخصية ما لازم انك انت تحطط فبلاقي العالم صبعا بيحطولي لايك عليها يعني هي الفكرة انك انت تبلشي تبادري وتقولي للناس انه هيدا غلط والناس بعدين بتنتبه انه هيدا غلط هو بيستحيع على حاله وفي ناس كمان كل اياتهم بيعنولي لايك لقلك ما بس لايك لقلو وآخر الشي هو كل شي بالحياة صراع بين خير وشر فانت فيك تكوني بممارستك لأي شي بتعمليه بالحياة عم تدفشي نحو الشر وفيك تكوني عم تدفشي نحو الخير هذا خيارك الشخصي المهم ما تسكتي يعني هو الساكت عن هاك قصص بيكون مأزي اكتر من اللي كمان عم بيعمل شارلة إلا وعم بيبعثها لأصحابه وقت اللي بتشوفي هيدا الشي موجود على جروبات انت فيها قولي لا وقت اللي بتشوفي حدا من أصحابك عامل شارلة هيدا الشي على السوشال ميديا طبعيته اللي له هيدا غلط وحسب على حالك إذا أنت صاير معك هيدا الشي بتقبل طب كيف شغلة ما بتقبلها على حالك بدك تقبلها على غيرك أنا بآمن أنه الواحد فيه غير بالمجتمع اللي هو فيه مني شخص باعتبر أنه إذا العنف بيجيب لايكات لازم كلها يتنروح للعنف لا نحن هدف الإعلامي أنه يجيب الناس لمستوى أرقة مش ينزل لمستوى شو بدون الناس أنا بعطيهم هيدا منه هدف الإعلامي هيدا هدف تجاري الإعلامي مونفصل عن هيدا الموضوع أنا بدي أرفع الناس على مستوى أرقة ما بدي أنزل للناس شو بده الناس بده إشي بلا أخلاق بيجي بعطيها إشي بلا أخلاق لأ شو الحديث هيدا بالعكس مشان هيك أنا كنت عم بقول ريم من أول الحديث شو هي أخلاقية العمل الإعلامي حاسبوا المحطة والمراسل على التزامه بأخلاقية العمل الإعلامي وهيدي مسئولية كل واحد فينا لحتى ما يصير يخترق شو سبب أنه الإعلام هلأ صار هلأت دي متدني لأنه العالم سكته ويخضروا وينبسطوا فوقت اللي أنت بتحمله مسئولية أنك أنت عم بتتصرف غلط ساعتها هو بيعرف أنه هو عم بتتصرف غلط لهم بحاول يعدل المزاج طبعه وطريقة شغله لحتى يكون أفضل للمشاهد لأنه المشاهد بيكون أوعاد وكمان بالسوشيال ميديا إذا نحنا هلأ ما بعرف نحنا كم شخص موجودين إذا كل واحد مننا بيبلش بحاله وبيفكر أنه هو وقالت لي بدو يحط أي شيء بدو يحافظ فيها على المعيار الأخلاقي للعمل الإعلامي لأنه كل واحد عم بيحطشي على السوشيال ميديا هو صحافي صغير فيقول أنا بدي مارس هايدي المهنة على مواقع السوشيال ميديا طبعيتي بأخلاق الصحافي له صغير وهيك بيمشي الحياة معنا سؤال بالاتشات من أحمد بيقول بس المشيك للعالم يلي كبار بالعمر كتير متشددين بالأخبار وبيشوفوها صح لو غلط في شي طريقة نقلب رأي الشخص حلو كتير ميح يعني أنا بقيدوا لأحمد بهيدا الموضوع لأنه أنا بعاني من هيدا القصة أوقات كتير ناس أهل وأصحاب بيبعتولي إشياء ما بتتصدق بيقلولي شو لقيك بيقول لهم يا عمي كيف بتعرف الكسبة من كبرة طب شغل عقلك هيدا معقولة بيقولي لأ ما معقولة بيقوله لكن غلط فخلينا نطرح السؤال عليهم هيك يعني إذا أمك بيك خالطك عمتك إجو قالتلك مثل ما قالت ريم بالبوست طبعة إنه إختي بعتتلي هيدا يعني صح أو لقيتوا على الفيسبوك بمرجع الناس إنه شفتوا على الفيسبوك إذا شفتوا على الفيسبوك ما معناتها صح أكيد ما معناتها صح دور على الحقيقة تأكد إنه هيدا الشغلة صح وقت اللي بتشك فيها أول شغلة بتعملها هو إنك تشك إنه ليش نحط هيدا الخبر ليه محطوط هل هيدا الخبر أكبر من حجمه هل هو كسبة هل يصدق أو لا يصدق فإذا لا يصدق لكن كيف بدي صدقه وإنقله وأبعثه لغيري وإذا يصدق أوكي مين قاله تدور وتشوف هلأ الجوجل بتعمل جوجل بتطلع بتلاقي الخبر بتلاع عندك إنه اللي قالته جريدة النهار فبيجي أنا بحطه للخبر وبقول نقلا عن جريدة النهار صار هيك فيه مصدقية أكتر بنت واتلعن بتحط الخبر وفيه جريدة النهار بالموضوع أو أي جريدة تانية أوكي نينانو عنده مداخلة على كلامك من شوي وعم تقول للأسف كمان عم نشوف شخصيات مشهورة بتروح على مناطق أشخاص فقيرة وبتتصور معهم وبتبين صورتهم حتى لو كانوا أولاد صغار بس حتى تبين للناس أنا عم بعمل خير هيدا بيسموه استغلال للأسف السوشيل ميديا وقت اللي طلعت تركت مجال للكل إنه يبين وكل شي بالحياة العالم بتستعمله بطريقتين يا بطريقة مضرة يا بطريقة جيدة وهون الخيار عند الواحد هو هل أنت بتقبل عحالك أنك تتصرف هيك؟ وقت اللي بتتصرف هيك الناس شو بتقول عنك؟ وقت اللي نحنا كناس منحاسب هيدا الشخص اللي عم بتصرف هيك ومنحسسه بأنه هو تصرف ومشين ومعيب بيستحي على حاله ببطل بيعمل هيك مرة تانية وغيره كمانا بيصير بفكر مليون ألف مرة قبل ما يعمل هيك بس وقت اللي منحط له لايك ويا الله شو طالع الأزيز وبرافو عليك وليجي ما تصورت معه وانت وعم بدهوسه من نحنا منكون عم نشجعه على أنه يستغل عمل الخير بالأسلوب المعيب اللي عم يظهر فيه فكيف نحنا نتعامل مع هيد الصورة كمانا ما كل لياتها مسئولية مشتركة الشخص عم بيتصرف بطريقة وانت عم تتصرف بطريقة إذا انت تصرفت بطريقة فيها مسئولية وحملتوا فيها مسئولية هو حيغجل من نفسه المهم مثل ما قلت من شوي ما تدلك ساكت عن الغلق حط اللي حكينا عنه المعايير المهنية للعمل الإعلامي حطها براسك وفكر انه فيها ضرر لحد يعني شون عليك انت عم بتضر معاً بتفيد كيف تعمل بظن معنا مداخلة صوتية من أنتونيو تفضل نعم شكراً عندي سؤال بخصوص لما الإعلامة أو الصحافة بيكون فيه نوع من التعارض بين قيمه أو فكره والمحطة أو الجريدة اللي هو فيها ففي امتزام أكيد بالمحطة اللي هو بيشتغل فيها أو الجريدة والقيم الشخصية كيف بيوافق بيناتون شو الخطوط الحمر اللي زين يلتزن فيهم حلو سؤال بيجنن بيجنن أنا مقتنعة وحسب خبرتي صاري تقريباً 28 سنة بيشتغل بالإعلام أنه اللي بيميز الصحافة عن صحافة تاني هو أخلاقيته المهنية لو كنت أنت موجود عم تشتغل بمؤسسة إعلامية لحزد ومحدد وهدفه الترويج والدعاية لهيدا الحزد ما حدا بيجي بيطلب منك في تفاصيل صغيرة ما حدا بيطلب منك تكزو ما حدا بيطلب منك تحط صور دم ما حدا بيطلب منك تحط صور شخصية لناس ما حدا بيجي بيقلك وقت اللي بتكون أم فقدة ابنة بأكسيدان سيارة شو شعورك أو بدك صورة الابن لحطة تخطط هيدا أنت لأنه أنت بيرأيك أنه السكوب هيك مفهوم السكوب عندك غلط فاللي بتكون مشان هيك كتير مهم من المؤسسات الإعلامية توظف ناس دارسين أعلام عارفين شو هي المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي ووقتها وقت الواحد بيفوت على مؤسسة إعلامية يقول أنا ماشي الحال قد أكون مضطر أنه أنا ساير بيخط المحطة بسياستها العامة بس مش رح سيب مهنيتي وهون بتلاقي فرق بين مراسل ومراسل بذات المحطة إذا منتطلع بمحطات بغمان منلاقي أنه في مراسل نحنا منحبه أكتر من المراسل تاني في مراسل منحسبه على الجهة ومنقول عنه متطرف ومتعصب وليه بيحكي هاك وفي مراسل تاني منقول عنه اف شو موضوع ايفينا نسمعه هو عم بيحكي مع أنه اتنانتهم عم بيشتغلوا بذات المؤسسة هيدا قدر بنا بممارسة للعمل الإعلامي وتراكم عمله مصدقية عندك وعند غيرك واحترام وهيديك ما قدر بناء احترام حتى الناس اللي هو عم بيحكي بإسمه واللي ملتزم لإله ما بتحترمه كتير لأنه بتعرفه أنه هو بالمصطلح الشعبي اللي منقوله بيد وجه فكيف بدك تقتنع فيه هيدا احترامك أنت لو ممارستك للعمل الإعلامي بينك وبين حالك وهو اللي بيبني رصيدك وهو اللي بعدين بيفتح لك فرص أنك أنت تنقل من شو الـ CV تبع الصحافة CV تبع الصحافة هو اسمه هذا CV تبعه كله ياتنا أسمائنا معروفة وقت الواحد يروح بيقدم على CV على محطة تانية بتاخده لأنه بناء مصدقية بناء احترام بناء اسم كويس بينما فيه أشخاص تانيين ما بديت تاخدوا ما حدا بياخدهم لأنهم كانوا بيدين وجه كانوا بوق للمحطة تبعيتهم وحتى صاحب لمحطة ما كانوا بديوا هيك بس هنك كانوا عم بيزيدوا بهذا الموضوع هذا منه عمل إعلامي ومعنا سؤال من معتصم بالتشات بيقول أحيانا مش ممكن نشر الصور وتعميمها على السوشال ميديا يكون مفيد مثلا ممكن ينزلوا صورة حدا عمل جريمة أو تحرش وهرب خصوصا هلا أكتير منشوف عن قصص اجرام ونزلوا صور المجرم وبعد فترة منسمع أن الكوى الأمنية قلقت القبض عليه هالشي ممكن يكون شيء إيجابي ممتاز ممكن يكون شيء إيجابي إذا شلت وجه ثبت وجه ما في مشكلة أنه انشر صورة ألا بالصورة إذا الصورة فضيعة يعني مزعجة ما المفروض انشرها لأنه في أولاد عم بيكونوا على السوشال ميديا في ناس ما المفروض تشوف هيك صور بس إذا صورة نجرم لأطوك في نغطي وجه كل واحد على التليفون طبعه في يعمل لهم هاك ويغطي الوجه ويبطل منهم بيّن الوجه وبالتالي منهم بيّن منه يمكن هذا الشخص إخلشي طلع بريق كيف بدي أنا شهر فيه هذا تعدي على خصوصيته حتى اسمه ما لازم حطه أوكي في سؤال كمان من عمر بيقول أوقات بالأخبار بينقل بطريقة يخلينا نصدقه كمانا أنه جيش بدولي معايني عمل انقلاب كرمال الشعب كيف ينا نميز هون إذا كذبنا الخبر بيقولوا نحنا عملا إذا صدقنا منحس حالنا مش مقتنعي أوكي كتير كتير حلو مثل ما قلنا أول شي بدنا نحط برأسنا هايدي وسيلة الأعلام شو هدفها ليش فتحة إذا هي فتحة لأنه بدي تعمل انقلاب بهيدا المحل فطبيعي أنا ما قسق بهيدي أخبار كيف بدي قسق فيها يعني أول شغلي بدي أعرف قد طعم بحضر تليفزيون أو وسيلة أعلام شو الهدف منه أنه هي موجودة وقت اللي بعرف الهدف بصير بعرف كيف أتصرف بأخبارها وعلى هل أساس أوسق بي أنه الخبر طبعا مزبوط ولا لا بعدين هيك نوع من الأخبار ما موجود ومتوفر يعني سمعت أنه أنا هلأ فيه انقلاب به زنبابوي أوكي وأنا بعرف أنه هيدا التليفزيون تابع للنظام المؤيد للانقلاب بدي فوت أعمل سرش على تويتر على الفيسبوك على جوجل شوخ مين حاطت شيعة هيدا الانقلاب غيره إذا شفت وسائل إعلام عالمية إذا روترز حاطين إذا سيئان آن حاطين إذا حدا بالمعارضة حاطت شيء ممكن يكون صح بس إذا إذا سوري إذا بالموالات حاطت شيء ممكن يكون صح بس وقت اللي بسمع الخبرية من طرف واحد وطرف معني بالموضوع ما فيني صدقه وأنت حقك أنت مستمع أو مشاهد أو متابع أنت حقك في أي من الخبر كيف بتلاقيه أنت مناسب هو المفروض واجبه أنه يعطيك الحقيقة الصحافي هو باحث عن الحقيقة وهو واجبه أنه يقدم لك الحقيقة المشكلة نحن بها العالم هلأ فيه مثل كل شيء مثل كل المهن فيه أسلوب خاطئ بمزاولة هيد المهنة كيف منحاول أنه نرد هيد المهنة لجزورة بأنه نكون مسؤولين بالمتابعة طبعيتنا لوسيلة الأعلام أنه حاصبها ونقول أنه هيدا عم تحكي غلط ما لازم نحضرها بذات الوقت نعرف شو هدفها وندور على خلفية الهدف ونحن عم نسمع الخبر ونحط عليه علامة استفهامه مثل ما قلت تعرف الكذبة من كبرة إذا كان الخبر كتير مضخم تعرف أنه فيه شي غلط فبالتالي بتبحث أكتر والتزامة بأخلاقية ومعايير المهنة هيدا هو الأساس باقي كلايت وتفاصيل قول عنك عميل شو أنت صرت عميل إذا قال عنك عميل أنت متابع بدك تعرف الحقيقة شو يقول يقول يصطفل أوكي وفيه سؤال من نانو بيقول صدنا نسمع وقت كورونا المراسل عم يذكر أسام المصابين أنت مع أو ضد؟ أنا بحكيكم بصراحة أنا ضد أي تغطية ميدانية بكورونا يعني أنا ضد وسيلة الأعلام اللي بتبعت ريبورتر على قلب مستشفى كله مصابين بالكورونا شو حيقدر يعمل؟ شو سكوب اللي حيعملو؟ شو القيمة المضافة اللي حيعطيها للمشاهد إذا فات على قلب المستشفى لا شيء لا شيء فيه يعمل يعطي مادة قيمة للمشاهد طبعه من خارج المستشفى كل مريض كل جريح بكورونا وبغير كورونا هيدا ما المفروض اللي يذكر اسمه بتاتن ولا صورته هيدا تعدي على الخصوصية للمريض وكتير بشع اللي عم بيصير إن كان بالثورة وإن كان بكورونا إنه نيجي نعرف اسم حدا يبعثوا رقم التليفون ويبعثوا صوت ويصيروا للعالم يبقل شو هيدا هيدا معيب جدا هيدا شي غير أخلاقي ما المفروض الواحد لو كان عدوا ما المفروض أنك أنت تقبل أنك تشارك فيه لو كان عدوا بس أحيان لما نكون عم نذكر اسم الشخص اللي منصاب بكورونا على التيفي ويكون فيه ناس محتكين فيه لازم إنه يكونوا هنه بيصيروا بياخدوا حزارا أكتر معقول ليه بتحسي إنه غلط إنه نذكر اسمه هقلك لعله هيدا مسؤوليته لإله مسؤولية الفريق الطبي ليش مسؤوليتك لإلك كأعلامية إنك تنشر اسمه هو بده ينشر اسمه في كتير ناس في ناس مشهورين ومعروفين هن قالوا نحن نصبنا بكورونا وعزلنا حالنا وعرضنا هادي هو القال هو حر بس أنت تعرفي معلومة وتنشرية من دون موافقته هادي جريمة هيدا ما المفروض تصير أبدا أبدا كيف يعني كيف يعني هيدا تعدي على خصوصيته تسألي بتاخدي إذنه إذا هو قال ما عنده مانا ساعده على عيني وراسي تنشر اسمه بس إذا هو كان عنده مانا ما أقلك حق تنشر اسمه وهو يعني كل موضوع كورونا موضوع مسؤولية اجتماعية لسه محل الله واحد تصوب أخذ الفيروس لازم يخاف على محيطه على غيره على رائدينه على أهله على أصحابه على زملائه بالشغل على أولاده فهو لازم يخبرهم بس ما لازم يخبر على التلفزيون كيف يعني يخبر على التلفزيون شو خاص ابنة رابلوس إذا واحد بالصين انصاب بكورونا ليش بدي حط اسمه ما دخل هيدا بهيدا مجتمع والصغير بيعرف أوكي تمام نحنا رح نكفي بتلقي أسئلتكن إذا في أي شيء أنا بس رح حط بالتشات الريجيستريشن فورم يلي بعد معبها أبدا فهو لازم عبوها نحنا هيدا السيشن عم نسجله فبالإذن منك مادام هنا إذا ما عنديك مشكلة هيدا السيشن نوديها للناس تا يرجعوا يسمعوها براكس فاكرميل هكي بليز عبو لنا رجيستريشن فورم وكامنا تتعرفوا كل يوم شو عنا إيبانس وهحط السوشال ميديا لليزر تتابعونا وتشوفوا كل يوم مع مين عم نكون بالإيبانس وراحط السوشال ميديا لهنا حمزي تتابعوه وتشوفوا كل الأخبار هلا إذا حدا عنده سؤال بظن كريم رافع إيده تفضل كريم مرحبا يعطيك العقاب بدي أسأل وين موقف القانون من هالقصص هيدا إنو عمنا لأقود أتكس وقالبي وين المحاسدة للنعمير أو بأي إطار حلو سؤالك كتير حلو بس بصراحة ما عندي جواب يعني أنا ما بعرف إذا بالقانون بدك تسأل محامة يقلك وين موقف القانون بالموضوع بس كمان هيدا شي بعود للدول المحددة يعني بالقانون بالإمارات أنا عايشة بالإمارات بالقانون بالإمارات بيمنع هيك شي بيمنع نشر إشيا خاصة صور خاصة لحدا من دون موفقته بيمنع هيدا الإشيا مرعاها القانون بالإمارات ما بعرف إذا القانون بلبنان مرعاها ولا لا لحتى يكون حشتك القانونية قوية بس اخر الشي المعايير المهنية والاخلاقية هي هي قانون لكل صحافة انه هو يلتزم فيه وهوني مثل ما رجعت قلتلك بالبداية انا انه اهمية ان الواحد يكون منسجم مع مهنته بمتابعة اخلاقية والتزامه باخلاقية مهنته بالسوشال ميديا بتخيل بلبنان صعب انك انت تجازح حدا اذا حاطت صورة او حاطت معلومة عن غيره ما المفروض ما له حق حتى بس بتخيل هلأ افسد فيه توجه بالعالم حتى انت على الفيسبوك فيك تعمل ريبورت وفيك تعمل كومبلاين للفيسبوك او لتويتر على هيدا الشخص وهيدا تقريبا شي شبه قانوني شرعي بمحاسبة هيدا الشخص تماما هني بيعملوله بلوك او بيشيلوله الاكاونت تبعه بس قانونيا قانونيا ما عندي فكرة تماما اذا القانوني باللبنان فيه شي مادة بتحاصد فيها هيدا الشخص ولا لا ما عندي فكرة اوكي مين بعد حابي انا عندي سؤال يلا تفضل يريم نحنا كحدا متلقي يعني كل حدا فينا اكيد عنده توجهات معينة كان سياسية او اجتماعية او اي شي فانا بحس ما بعرف يمكن بس انا او حد او كل الناس انو نحنا منكون اكتر انكلايند لحتى نصدق الشي اللي نحنا من امن فيه فبحس فما بعرف كديش نحنا منقدر نسيطر على حالنا او منقدر نعمل يعني نفصل بين بين توجهاتنا الشخصية والحقيقة وهيدا الشي انا كتير المسته بصراحة بالثورة انو الناس اللي مع الثورة بتحس كتير هيك يعني ممكن يجي معلومات تخدم الثورة بس هي مش حقيقية ومسلا بتذكر انا انو مسلا انو دي يوستو شارتو هاك والعاكس صحيح يعني كمان الناس اللي كانوا ضد الثورة انو كان يعملوا شي مسلا انو ينزل خبر يكون منو صحيح بس كمان يعملولو شارتو كل هول الشغلات لانو هن انكليند انو نصدق هيدا الشي لانو انو هاك هني ودي يبليف لانو هاك هني ودي يبليف هن اكيد اكيد هو مش انهاكي بلبنان تماما كل واحد بيخدر التليزيون تبعه كل واحد عنده تليزيون بيمثله بيمثل فكره السياسي بتطلعه السياسي فبيكون لانو هيدا التليزيون هو بيكون او هاي المؤسسة الاعلامية بتكون عم بتغنيلك غنيتك عم تحكي اللغة اللي انت بدك ايها وهون الغلط وهون اكبر غلط نحنا بنعمله ان كان بمتابعتنا لوسيلة الاعلام اللي هي بنعتبرها انو بتعبر عنا لانو بتصير بتفرجينا وجهة النظر بس واحدة والمفروض الواحد يتلقى اكتر من وجهات نظر لحتى افقه تكون اوسع ويقدر يعرف الحقيقة عن جد وان كان بالواتس اوب جروب والسوشيال ميديا اللي نحنا كل اياتنا بقيين الثورة ام تابعين الثورة بنجانب واحد انو السوار شو عم بيحكو طب كمان ما بدك تسمع غير السوار شو عم بيحكو لحتى تكون عقلانة بحكمك ما تكون عاطفة بس كل العمل الاعلامي مبني على التأثير العاطفي بالاشخاص مشان هيك انت بدك تكون كتير منتبه انو هيدا هدفه يأثر عاطفيا فيك فانت بدك تشغل عقلك وتكون منطقي بحكمك وتتجرد من عاطفتك انت بدك الثورة تنجح بس اذا الثورة ما نجحت لازم تكون شايف انو ليش مش عم تنجح لحتى تقدر تساهم بنجاحك بس اذا كنت عم تسمع منطرف واحد هيدا تقريبا غسيل دماغ غسيل فكر اللي عم يصير معك منو ايجابي حتى للثورة لتنجح الثورة لازم تكون عم تقدر تسمع اكتر من وجهة نظاره اكتر من وسيلة اعلام وتقدر انت بتحكم وتأيم الخبر ومصدقية الخبر ومثل ما قلت وبركاتي دايما انا يعني بتمنى عليكم تتذكروني كل ما تقروا خبر بتقولوا الكذبة بتنعرف من كبرة هيدا كبيرة كتير معناتها كذبة ما تصدقوها لو كانت بتحبوها ما تصدقو الشي لو بتحبوه اذا كان كتير كبير اذا حجم الكذبة كتير كبيرة لانكم تكونوا عم تضروا حالكم فيها اوكي ومعنا مداخلي من احمد بليتشات بيقول اذا السياسيين ما كان عملك الواحد محطة الو ما كان لبنان تفرق عن بعضو هالأرض والأخبار كانت صحيحة منو مخترع من كل حساب مزبوط هلأ هني هيك بدهم ونحنا ما هيك بدنا فنحنا لازم نتعامل معهم اول فترة كنا متأثرين بالاعلام اللبناني وكنا مصدقينه عم بحكي نحنا كفئة المجتمع فئة العامة فهلأ صرنا اوعى فصرنا بنعرف انه لأ اللي عم بيقولوا مش مزبوط وصار في عنا مصادر اكتر تنتأكد من الخبر يعني خلينا نستفيد من السوشال ميديا بطريقة ايجيبية مش بطريقة سلبية وقالتلي بيحكي تليفزيون حدد خبرية حاول انه اتأكد منه واصل لمدى مصدقيته وبرجع بقلكم دايما حتى تليفزيون القريب منكم حتى وسيلة الاعلام القريبة منكم ايموه على مدى التزامة بالمعايير المهنية الاخلاقية لانه هيدا هو المحق اللي ما عنده اللي ما بيمارس عمله باخلاق ما معناتها ممكن تتفق انت وياه لاعى ثورة ولاعى خط سياسي من بعد حابب يشاركنا بالصوت او بالتشات طيب انا بانتظار اذا حدا حابب يحكي شي انا من عندي بدي تشكرك انا حمزة يعني عتيتينا من وقتك نحنا كلاتنا منعرف قدي انتي مضغوطة بالوقت قدي مضغوطة بالشغل حبيتي تكوني اليوم عن جديد هيكي بين اهلك بترابلوس حتى لو اونلاين مش شخصيا منتمنى طبعا بعد ما تروح الاحوال نشوفك شخصيا معنا بترابلوس وبركي هيكي منعمل شي مشروع سواء اذا الله راد انا بدي اتشكريك كتير كتير على مداخلتك معنا اليوم وطبعا بدي اتشكر المشتركين كلهم على مشاركتكم اليوم يعني حسي يمكن اكتفوا مبقى في كتير اسئلة فالكلمة الاخيرة طبعا اليك فلا انا بدي اتشكلكم كلكم كلكم وبركي اي حدا منترابلوس عم يشتغل بالاعلام او بده يدرس اعلام عنده سؤال او حتى بالسوشال ميديا اي جاي خبر شك فيه وحابب يسألني فيه بلس ما تترددوا ان كان على الفيسبوك او كان على تويتر ربعتولي وانا جاهزة لأي مساعدة واي خدمة واي استشارة وسلمولي على شوارع ترابلوس وريحة ترابلوس والله يحميها هاي دي المدينة او بليز 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 اي شي بكم تخطوه على السوشال ميديا فكروا فيه فكروا بحجب مضرره لالاخر قبل ما تخطوه ورمضان مبارك عليكم كلكم شكرا عليكم مرسي كتير انا بس اسأل سؤال اخير طبعا تفضل ما بعرف انا ممكن ما كنت باول الساشن يمكن حكيتي عنه بس متل ما شفنا باخر يعني بالايام الاخيرة شفنا فيديو البسيني اللي عم يتعرضو له هيدوريك البنتان وهذا الفيديو كتير مؤسي وعن جد انا الحمد لله ما شفته بس الاشخاص اللي عم ارهوهم بالكومنت انه كتير مؤسي انت برأيك حتى لو هي بسيني او حيوان هيك اشي المفروض تنعرض على محطات او حتى على ازاعات حتى بالويبستايتس لا انا انا شخصيا ضد عرض اي مشاهد عنيفة بوسيلة اعلام وممكن طرح الموضوع بس مش عرض صور يعني فيوني نعمل حلقات وبرامج الاسباب اللي بتخلي هدولي البنتين نتصرفوا هيك بس نشر الصور هيده بتولد مزيدة من العنف انا بشكل شخصي اخلاقيا قيمة ومبادئة ضد اي نشر اي صورة فيها عنف فيها دم صورة شخصية لحيوان او لا او لا انسان بس اخر الشيه هده بيرجع لكل واحد هو وكيف بيفكر يعني بس ما اطرح الموضوع يعني ما اطرحه بقوة يكون في حلقات بالتلفزيونات انه شو الاسباب اللي خلت هيدول البنتين يعملوا هاك لانه ما طبيعي تصرفهم بس انا ضد نشر صورهم للبنتين ونضد الفيديو طبعا لبسايني انا ان شاء الله يكون مفيدكم ما حكيت كتير من دوم مفيدكم هيدا هو اوكي ويسلموا ويسلموا لقائلكم كتير ريم وزينا والكل على هال الميت أب الحلو وبالتوفيق يا رب اهلا وسهلا فيك وإلى اللقاء مرسي كتير كتير اريك